في حالة النهاردة خادنا نوضح كده تسريبات جديدة حوالين فيلم سوبرمان واللي عن طريق كده بنفهم شرير فيلم سوبرمان هيتقدم معانا ازاي لو لسه مشتركتش في القناة نزل اشترك وفعل زر الاشعارات على كل عشان يوصلك كل جديد وحط لايك على الفيديو من غير ما انتقول في الكلام يلا نبدأ في البداية كده عملنا قناة خاصة بالكوميكس هسيبلك اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت فيلم سوبرمان زي موضحت لك قبل كده هو يعتبر البداية الحقيقية للعالم السينماي الجديد واللي مازالوا شغالين عليه لحد دلوقتي في التصوير الميزة في الموضوع هنا لحد دلوقتي رغم ان عدى شهور من بدء تصوير فيلم سوبرمان الا اننا مشوفناش اي تسريب من داخل موقع التصوير دي على قد ما تكون حاجة سيئة الا برضو على الجانب التاني هي حاجة مميزة جدا فالطبيعي في الموضوع وقت التصوير اي فيلم مهم بتشوف منه كده لقطات بتتصرب كان بقى عن قصد او غير قصد لكن علشان خاطر يزداد الحماس عند الجمهور بيمكن حاجة زي دي بتحصل مع معظم افلام عالم مارفل السينماي لكن اللي بيحصل دلوقتي معانا في فيلم سوبرمان اني مشوفناش اي تسريبات بالشكل رسمي داخل موقع التصوير زي ما قلتلك على قد ما دي حاجة تقلق الا برضو ان في نفس الوقت انا شايفها انها مميزة جدا لان الطبيعي وقت ما يتصرب معاك اي صور من موقع التصوير تربط الصور دي مع اي اخبار بتنتشر ده بالتالي كده هتعرف الفيلم هيتكلم عن ايه وهنا كمان وقت عرض الفيلم هتبقى داخل الفيلم وانت مش متحمس ليه اوي لانك كده بكل بساطة عرفت قصة الفيلم وده طبعا على عكس ان ما فيش اي حاجة تتصرب من موقع التصوير فمن الواضح كده ان جيمس جن هو متحفز جدا لوقت تصوير فيلم سوبرمان ان ما يحصلش نهائيا اي تسريب من موقع التصوير بس بالرغم هنا ان ما فيش تسريب من موقع التصوير الا ان فيه اخبار كتيرة بتتصرب والاخبار دي عن طريقها بنعرف احداث فيلم سوبرمان ممكن تبقى عاملة ازاي يمكن من ضمن الاخبار دي الكلام على شرير فيلم سوبرمان الموضوع ده انتشر بشكل كبير جدا من وقت بدء تصوير فيلم سوبرمان سبق برضو وضحته لك قبل كده ان فيه اكتر من شرير اتذكر اسمه ان بالفعل هو اللي هيكون الشرير الرئيسي فيلم سوبرمان لشان هنا الجدال ينتهي وقت ما جيمس جان يأكد ان الفيلان هيكون ليك سلوسر انا شايف منوجة نظري دي اشتغالة من جيمس جان وبرضو اشتغالة حلوة بس هنا لما تراجع الاسامي اللي اتذكرت على ان واحد منهم هيكون هو شرير فيلم سوبرمان نشوف كده ان الشرير هيكون من الشرق الاوسط واللي سبق وضحت لك قبل كده ان هو كان المفروض يكون العقيد رومان هارجافتي اللي حصل على الموضوع ده جدل كبير جدا خصوصا لما نعرف ان المفروض كان باسم يوسف هو اللي يعملوا الدور ده فكل بساطة كده باسم يوسف بيوضح ان هو كان المفروض يكون متواجد من دمن قاست في فيلم سوبرمان لشان يوضح بعد كده ان هو المفروض كان هيلعب دور الشرير اللي هيكون متواجد في الشرق الاوسط لخلاص هنتفق على اسمه هو العقيد رومان هارجافتي ولكن هنا بدون الدخول في تفاصيل لاني وضحت لك التفاصيل دي في حلقة قبل كده هنا على القناة فبيوضح كده ان جيمس جان قاله ان الاسكريبت بتاع الفيلم تغير ان باسم يوسف مش هيكون متواجد من دمن القاست بتاع فيلم سوبرمان بعدها تمتشر الاخبار كده ان خلاص الشرير مش هيكون متواجد من الشرق الاوسط وبعد تغيير الاسكريبت بتاع فيلم سوبرمان كده الشرير هيكون متواجد في اوروبا بس هنا برضو في النهاية خلينا متفقين حتى لو الشرير هيكون هو اللي كان متواجد في الشرق الاوسط بعد كده تم تغيير الاسكريبت علشان خاطر يكون متواجد في اوروبا لان برضو حابب اقولك ان ده مش هيكون الشرير الرئيسي ان اكيد فيه شرير اضخم هيكون لي اهمية اكبر بكتير من الشرير ده هنا بقى بعد كلام باسم يوسف هتبتدي تفكر كده وتتساءل مع نفسك يا طرى بالفعل اسكريبت فيلم السوبرمان اتغير اللي الجزئية اللي المفروض كان يظهر فيها الممثل باسم يوسف بالشرير بتاع الشرق الاوسط ده اللي اتغير انا لو جيت فكر بالمنطق مستحيل الاسكريبت بتاع فيلم السوبرمان بالكامل يتغير علشان خاطر شخصية ده كده اللي وصلنا ان بالفعل الجزئية بتاعت باسم يوسف هي اللي اتغيرت في الفيلم ده خلاص كده هناخد الكلام بتاع الاخبار بشكل رسمي وان بالفعل الشرير هيكون متواجد في اوروبا ولكن انا بسبب تسريب بيظهر معانا مؤخرا فبنعرف كده من سنترال كاستنج بيطلبوا الناس علشان خاطر تظهر معانا في مشروع خاص بشركة WB Discovery علشان كمان يحددوا مواعيد العمل وكمان اليومية بتاعت اي شخص هيكون متواجد غير كمان المتطلبات اللي هيقبلوا بيها اي شخص ده مثلا عندنا ان هو يكون عنده من 18 سنة فيما فوق فبعد الكلام ده هنقدر نقول يا عم عادي مايمكن اي مشروع تاني غير فيلم سوبرمان مش شرط يعني فيلم سوبرمان استخدنا اقول لك هنا ان بيتم التوضيح كده ان التصوير هيكون في الشرق الاوسط قال كمان الناس دي هتلعب ادوار لاجئين وهيتم انقاذهم في المشهد ده لشان هنا بعد الكلام ده نبتدي الروح لاول حاجة معانا وهو فيلم سوبرمان ونبتدي بقى نرجع مرة تانية للاخبار الاولية اللي اتقالت على شرير فيلم سوبرمان وهو العقيد رومان هارجافتي ان بالفعل هو اللي كان هيكون معانا الفيلان في الفيلم ده الوقت ده للمرة المليون نقدر ناكد ان الكلام اللي قلتولك هنا قبل كده في الحلقات كان صحيح 100% طبعا عن ان باسم يوسف كمان اكد الكلام ده فحاجة زي دي ترجعنا مرة تانية على اسكريبت فيلم سوبرمان واللي زي ما قلتلك كده حاجة من اتنين لاما سكريبت الفيلم بالكامل اتغير فعلا على الكلام اللي اتقال او الجزئية بتاعة باسم يوسف فقط هي اللي اتعمل عليها تعديل بعد التسريب ده نقدر نقول كده ان جزئية باسم يوسف بالفعل هي اللي اتعدلت في سكريبت فيلم سوبرمان من برضه لو ركزت في الكلام هيقولك لاجئين وبيتم انقاذهم فانا لو راجعنا لكلام باسم يوسف هنلاقي بالفعل ان كان بيقول ان ليه اكتر من مشهد مع سوبرمان ومن دمن المشاهد ده المفروض سوبرمان كان هيمسكه ويبهدله انا شايف يمكن ده هيحصل بعد ما بالفعل سوبرمان ينقذ اللاجئين بتدي بعد كده يتجه للشرير ده ويبتدي يبهدله فعلا زي ما باسم يوسف قال بس هنا بعد كل الكلام ما انا قلتلك ده نقدر نقول كده ان بالفعل السكريبت ما تمش تغييره وتم تغيير فقط ظهور باسم يوسف يعني من الاخر كده ممكن فعلا جيمس جان يستبدل باسم يوسف بأي ممثل تاني قدم لنا الجزئية بتاعة الشرق الاوسط في فيلم سوبرمان زي ما هي وطبعا تعديل الجزئية اللي هيظهر فيها الممثل باسم يوسف هتكون سهلة بكتير عن ان جيمس جان ينغير سكريبت الفيلم بالكامل ده هنا كده وصلنا انه نقدر نقول ان خلاص يا اخوانا كده الشرير فعلا هيكون متواجد معنا في الفيلم ده وهيكون من الشرق الاوسط كده بعد الكلام والاخبار اللي انتشرت قبل كده وخصوصا تصرحات باسم يوسف حوالين اللي حصل معا في فيلم سوبرمان لكن هنا يبقى السؤال دلوقتي لو الشرير اتقدم معنا فعلا من الشرق الاوسط ده هيكون الشرير الرئيسي في الفيلم بتاع سوبرمان اللي جاي خصوصا كده ان الفيلم ده مليان شخصيات من ابطال السوبر يوروز لكده يرجعنا لنفس الكلام اللي قلته لك من شوية وان بشكل كبير كده الشرير ده بالفعل لو تقدم معنا بنفس المواصفات دي بقى كده مش هيكون الشرير الرئيسي في الفيلم لانك انت هنا لو جيت تقدم معانا الشرير العقيد رومان هارجافتي ليه ما تقدم معانا في الكوميكس هنقدر نقول كده ان رومان هارجافتي هيظهر معانا في اكتر من فيلم السوبرمان يعني من الاخر كده مش هينته معانا من فيلم واحد بالتالي شخصية زي دي لازم تتقدم معانا بشكل كويس لان كمان عن طريقها هيظهر معانا الجاسس ليج انترناشنال الرقم هنا ان هيتقدم معانا سوبر هيروز يعتبر برضو كانوا متواجدين في الكوميكس في فريق الجاسس ليج انترناشنال اللي اللي شايف بالفعل لو هيتقدم معانا الشرير في الشرق الاوسط في فيلم السوبرمان اللي جاي هيكون مجرد شرير ثانوي يعني من الاخر كده مش هيكون شرير رئيسي في الفيلم ده اعتبر كده حاجة اشبه بفيلم باتمان ضد سوبرمان لما شفنا كده في بداية الفيلم بيتقدم معانا شرير اعتبر كده مع كم مشهد وخلص على طول بعد كده في نهاية الفيلم بيتقدم معانا شخصية دومس دي او برضو في نفس الوقت ما ننساش شخصية ليكس روسر كان متسبب في معظم الاحداث اللي كانت بتحصل في الفيلم انا برضو مش مستبعت حاجة زي دي ان هي تحصل في فيلم السوبرمان اللي جاي لكن انت هنا على كلام جيمس جان قالك ان ليكس روسر هيكون الشرير بتاع الفيلم يمكن على قد ما انا مش بحب ان انا صدق كلام جيمس جان لانه دايما متغير لانه برضو مش هستبعت حاجة زي دي لانه هيكون في حدث ضخم هيحصل في الفيلم ده ولا هيكون متسبب فيه شخصية ليكس روسر فبعد الكلام ده كله الميزة في الموضوع في النهاية ان ما حدش عارف برضو احداث فيلم السوبرمان اللي جاي هتكون عاملة ازاي موضوع برضو بسبب قلة التسريبات حوالين الفيلم ده فيه لغز كبير جدا خصوصا لحد دلوقتي لسه مش متوضح مين الشرير الرئيس في الفيلم السوبرمان كمان الشخصيات الكتيرة اللي هتتقدم معانا في الفيلم ده لكن بكل بساطة احب اقولك زي ما وضحت لك كده ان الشرير اللي هيكون متواجد في الشرق الاوسط او ايا كان تغيير جزء من السكريبت وفي النهاية يكون في اوروبا ده هيكون شرير مبدئي اعتقد كده قبل منتصف الفيلم هيقدر السوبرمان فعلا ان هو يتغلب عليه لكن في نفس الوقت على الجانب التاني هلاقي ان لكسلوسر هيكون متسبب فعلا في حدث ضخم وبسبب الحدث ده هينشأ خطر كبير جدا ويعتبر كده اللي هنكمل معاه بقية احداث الفيلم بتاع السوبرمان بس كده يكون فيديو النهاردة خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك ولو لسنا مشتركتش في القناة انزل اشترك وبيس اشتركوا في القناة انتظار